من جانبه دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى خوض حوار ملزم ومهم مع روسيا لحل التوتر حول أوكرانيا وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس البولندي أنجي دودا في برلين على ضرورة الالتزام باستئناف هذا الحوار وتطبيق تعهدات كل الأطراف بشكل علني من قبل الرئيس الروسي بلاديمير بوتين والرئيس الأوكرانية بلاديمير زالنسكي مشددا على أن خوض هذا الحوار يمثل المسار الوحيد لتحقيق السلام في أوكرانيا